موسيقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين موسيقى الحكومة تشيد ببطولات القوات المصرية في السادس من أكتوبر وتؤكد أنها ضطرت ملحمة عربية خالدة غيرت مسار التاريخ رئيس مجلس النواب يقول إن السادس من أكتوبر سيظل عنوانا للعزيمة ودرسا لصناعة التحولات واجتراح المعجزات استعدادات مبكرة للاحتفال بالعيد الوطني الحادي والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر في المحافظات المحررة منظمة حقوقية توثق اختطاف ميليشيا الحوثي لنحو خمسمائة شخص بحجة الاحتفال بالأعياد الوطنية بمشاركة 22 دارا للنشر افتتاح معرض الكتاب الخامس للكتاب في مدينة عتق تحت شعار شبوة تقرى المعرض يشهد اقبالا كبيرا وعلى هامشه تنظم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية الهاتفة تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم أشهد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمواقف مصر تجاه اليمن وذورها التاريخي في إنجاح ثورتين اليمن السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ومشاركتها في تحالف دعم الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها إلى نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر ثلاثة وسبعين وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر والتي غيرت مسار التاريخ مستذكرا بإجلال تضحيات الجيش المصري الباسل وبطولاته التي سجلها أنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية مؤكدا أن تلك البطولات ستظل خالدة في التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إن السادس من أكتوبر سيظل عنوانا لإرادة وعزيمة المصريين ودرسا لصناعة التاريخ واجتراح المعجزات جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها إلى نظيره المصري الدكتور حنفي جبالي بمناسبة احتفالات جمهورية مصر العربية الشقيقة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر العظيم ونوه البركاني بما صنعه أبطال القوات المسلحة المصرية الذين تحملوا على عواثقهم مشروع العزة والكرامة والوطنية القومية وتوثبوا كالأسود الضارية فجر السادس من أكتوبر عام ثلاثة وسبعين يحطمون أسطورة أقوى خط دفاعي في العالم ومعه أسطورة الجيش الذي لا يقهر مؤكدين بعزيمة لا تلين أن مصر وجيشها وشعبها قوم لا يعرفون المستحيل وحي البركاني المواقف العروبية الأصيلة المشهودة للجيش المصري في مساندة الثورات اليمنية المجيدة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في اليمن ضد النظام الإمامي الكهنوتي في الشمال والاستعمال البريطاني في الجنوب وثمن رئيس مجلس النواب موقف مصر الثابت والمبدئي ضد الانقلاب الحوثي كامتداد لتلك المواقف القومية والأخوية التي تميزت بها مصر أدان المركز الأمريكي للعدالة الهجمات الإسرائيلية على البنية التحثية المدنية في محافظة الحديدة ووجه المركز رسالة لأعضاء الكنجرس الأمريكي يحثهم على اتخاذ إجراءات سريعة لوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحثية الحيوية في اليمن وقال المركز إن الرسالة تركزت على التأثير المدمر لتلك الغارات على الوضع الإنساني في البلاد خاصة بعد تدمير ميناء الحديدة والمطار ومحطة توليد الكهرباء الرئيسة في المدينة وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ظل العواقب الواخيمة المترتبة على تدمير محطة توليد الكهرباء فضلا عن تأثير تلك الهجمات على وصول الأفراد إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والخدمات الأساسية للسكان بشكل كبير بينما يحتفي العالم بيوم السكن وتحرص المجتمعات البشرية على ترجمة هذه الغاية تمضي ميليشيا الحوثي بالمقلوب حيث تنسف منازل اليمنيين وتواصل تشريد وتهجير الملايين ترجمة لحقدها الذفين وخدمة للمشروع الإيراني متابعة في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر يتم الاحتفاء بيوم السكن الاحتفاء باليوم العالمي والعربي للسكن يأتي بهدف التأكيد على أولوية حصول الإنسان على سكن يؤوي باعتبار ذلك من حقوقه الأساسية وتذكير العالم بتوفير مساكن للأجيال القادمة ومكافحة التشرد الذي تم تصنيفه ابتداء كجريمة جنائية ثم جرى اعتباره كارثة تهدد البشرية أهداف عالمية يتأكد لكل من له أدنى الطلاع على واقع الإنسان في الجغرافيا اليمنية أن الميليشيا الحوثية تناقض وتنقض على أبجدياتها فالميليشيا عملت وتعمل على تشريد الناس من مساكنهم وستبقى مشاهد تفجير المنازل بأيد المجرمين على وقع صيحاتهم شهادة على مستوى سقوط لم يسبقهم إليه غيرهم ومع تفجير المساكن بدلا من تشريدها للمحتاجين للسكن تواصل الميليشيا جريمتها المتمثلة في تشريد الملايين داخل وخارج الوطن وإذا كان يوم السكن يهدف للتذكير بتوفير مساكن للأجيار القادمة فإن الميليشيا التي شردت المواطنين ألقت ملايين الأطفال في عراء التهجير وتركتهم بلا وجهة في صحراء البحث عن سكن وسكينة ومستقبل وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم السكن ومكافحة التشرد يمكن القول إن الميليشيا الحوثية حجزت لنفسها الصدارة في قائمة المجرمين المتسببين بتشريد الناس واستهداف المساكن واغتيال السكينة قالت منظمة هيومينا إن جماعة الحوثية اختطفت خلال الأيام الماضية نحو خمسمائة شخص من بينهم نحو أربعين صحفيا وكاتبا مشيرة إلى أن المختطفين تعرضوا لاعتداءات جسدية عنيفة على يد عناصر الميليشيا الحوثية الذين تم نشرهم بزي مدني وقالت هيومينا في بيان إن جماعة الحوثي شنت حملة تحريض واختطافات واسعة ضد عدد من الكتاب والصحفيين والمواطنين على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي لوقف الحملة القمعية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان حرية حقوق المواطنين وحرية التعبير قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثية اختطفت يوم أمس نائب مدير عام الثقافة بمحافظة إب خالد الكريزي من منزله بمديرية المشنة بمدينة إب وسبعة أشخاص من أبناء مديرية يريم شمال شرق المحافظة وشخصين آخرين في مديريتي الظهار وريف إب وذلك على خلفية الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة تأتي الحملة الحوثية بعد 72 ساعة من اختطاف عشرات الأشخاص في مديريات المخادر والسياني والسدة بينهم أطفال أجمل ما في الأعياد الوطنية الكبرى لليمن هو اتساقها القدري المترابط على خط تاريخي واحد يتصاعد ألقه الثوري الجمهوري عبر تتابع الزمن المتصل من السادس والعشرين من سبتمبر إلى الرابع عشر من أكتوبر إلى الثلاثين من نوفمبر ثم يأتي بعد حنين الثاني والعشرين من مايو ناسجا من كل هذا البهاء المجيد عقده الوحدوي النظيد متابع تهبنا سائم العيد الوطني الحادي والستون لثورة الرابع عشر من أكتوبر الأغر مع أول نفحة عبق من صباح السادس والعشرين من سبتمبر فكلاهما شروق متزامن من مشكات واحدة وما إن أتم اليمنيون مشاعر الاعتناق المضيئة لثورتهم الأم حتى هبوا بأذرع مفتوحة ليحل أكتوبر الكبير أهلا وسهلا في مهج أرواحهم الرحبة المحتفية بموسمه الجمهوري الخصيب هنا يقف التأريخ اليمني على قمته متربع أعالي عرشه الحضاري وشاهدا على أنبل ثورتين جبارتين جادت بهما واحدية النضال وشهامة التضحيات المتآزرة العراء في ميادين الفدى الوطني النبيل في أعقاب نصف قرن سيستشعر أحفاد أيلول وتشرين الأول مهابة هذه اللحظات التأريخية الجليلة التي يمنحونها منذ سنوات حرب الحوثي وتحالفاته الرجعية عصارة عشقهم المتحفز لتنشيط الإرث الثوري وسبتمبر وأكتوبر جناح اليمن الجمهوري الحديث بهما حلق في رحاب عهد من الحرية والاستقلال ومعاصرة العالم وما الاستعداد الواسع والمبكر لأعياد ثورتين الباسلتين سوى تعبير عن وعي غير مسبوق بجلال مقامهما المنسقل بتقادم الزمن وتعاقب الأجيال وحجم ما يتعرض المسار الثوري من أخطار مضادة وكتأكيد على اليقين الجمهوري الراسخ بما في الثورتين من الأصالة التي تجعل من استكمال أهدافهما أكثر إمكانا وأقرب تحققها وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخطباء بتخصيص الجمعة للتذكير بعظمة ثورة الرابع عشر من أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني والتحذير من أنشطة الخلايا الحوثية في المناطق المحررة وقال وزير الأوقاف محمد عيضا شبيبة في تعميم إن إحياء ذكرى الثورة ينسجم مع الواجب الوطني في سبيل تحقيق الاستقلال واستمرار معركة التحرر من الاحتلال الإيراني عبر أدواته المحلية ممثلة بميليشيا الحوثي التي تسعى لإعادة اليمن إلى حقبة الوصاية الخارجية وتدعيم التدخلات الأجنبية وشدد الوزير شبيبة على أهمية تذكير المجتمع بأهمية هذه المناسبة عبر منابر التوجيه والإرشاد وترسيخ الوعي الوطني بحب الوطن والدفاع عنه مع التحذير من مخاطر المشروع الإيراني وأطماعه التوسعية ودعا وزير الأوقاف إلى دعم قوات الأمن والجيش في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها وعلى رأسها داعش نظمت وزارة الداخلية اليوم في مدينة سيؤوب بمحافظة حضر موت ندوة بمناسبة العيد الحادي والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر وتناولت الندوة القيمة التاريخية والنضالية لثورة الرابع عشر من أكتوبر وما قدمه المناظرون من تضحيات في مواجهة الاستعمار البريطاني حتى رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن في الثلاثين من نوفمبر عام سبعة وستين وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية إحياء هذه الذكرى تكريما للشهداء وتذكيرا للأجيال الجديدة بقيم النضالي والمقاومة عقد المكتب التنفيذي بمحافظة مارب اليوم اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطم لمناقشة الاشكاليات المتعلقة بمديونية الجهات الحكومية لفرع مؤسسة الكهرباء واتخذ الاجتماع إزاءها جملة من التوصيات والمقترحات للرفع بها إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة ووقف الاجتماع أمام نتائج زيارة رئيس الوزراء والفريق الحكومي المرافق له إلى المحافظة ومشاركتهم حفل إيقاد شعلة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وانطلاق الاحتفالات بالعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مؤكدا أن إيقاد الشعلة الأم في محافظة مارب يرمز إلى مكانة المحافظة باعتبارها حصن الجمهورية وعشار الاجتماع إلى أن زيارة رئيس الحكومة والفريق المرافق له مثلت أهمية كبيرة وعكست صورة إيجابية عن المحافظة التي استطاعت أن تنهي أحلام الميليشيا الإرهابية في التوسع والسيطرة على محافظات الجمهورية جادت به نسمة فجر في بواكير العهد الجمهوري حيث مجمع الثورتين الأبديتين السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في لحظة الاكتمال التاريخي الظافر عام ثلاثة وستين تسعمائة وألف وحتى السابع من أكتوبر الفين وستة عشر كان الشهيد القائد عبد الرب الشددي قد استوى على سدة المجد الجمهوري والخلود التاريخي الثري بمآثر البطولة بلا حدود والتضحيات بلا تحفظ نتابع تحل الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد الجمهوري عبد الرب الشددي ما بين العيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والحادي والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المباركين إلى الأبد يعزز من خصوصية الذكرى الثامنة إيقاد حفيدي الشهيدين الثائرين علي ناصر القردعي وعبد الرب الشددي لشعلة العيد السبتمبري في مأرب وكأنما يمتد جسر الاتصال الثوري تحت خطى ثلاثة أجيال الأجداد فالآباء ثم الأحفاد اكتمال أم اتصال أم أنه الخط النضالي الملتحم النسيج عصي على الانقطاع فلا تخبو له شعلة ولا تسقط منه راية ولقد كان وما يزال الشهيد الشددي بطلا شاسع الأبعاد حتى أن في غيابه كارزما مهابة توازي سطوة حضوره ألم تجد به أقدار الميلاد الجمهورية مع بثاق فجر اليوم الصبي فترعرع في فضاء اليمن الجديد الذي شب معه عشقا وشغفا وتوحدا روحيا ومحظ حياته وجهوده تضحيات بلا تحفظ مجسدا أندر نماذج الوطنية الكاملة اختار شددي الجندية لأنه الفارس بطبعه فسلك ساحاتها بانضباطية قصوى واعتداد فريد بشرف العسكرية الوطنية في مسند المجد العالي وسفر الفرادة وما أن لاحت نظر الجائحة الحوثية بمخلفتها الإمامية البغيضة هب الثائر الجمهورية إلى خطوط النار الأولى هو المتراس والنسق والفارس والهيجاء وهو الشددي ممتدا من نقش النصر بسرواح إلى خوذة كربئي الوتر واليمن يتفيأ ظله ويشتد به أزره من البطولة في جبهات وميادين الحرب ضد مشروع الكهنوت الحوثي إلى المثابرة والاجتهاد في قاعات الدراسة في الجامعة لم تحل الجراح والإعاقة بينهم وبين صناعة الحياة وتطويع الصعاب بإرادة فولادية لا تعرف المستحيل تلك هي بعض حكاية جرحا ومعاقي الحرب في ثعز انتصر على المصاعب والخوف واللون الأسود ووضع لنفسه مكان يليق به كمناضل حين داس على الخوف مرتين الأولى حينما جبه أعداء مدينته وقدم عينيه لكي ينعم الآخرون برؤية جميلة والثانية حينما انتصر على إعاقته وأبا إلا أن يصنع الفرح والسرور له ولأهله ومجتمعه إنه الجريح زكريا جازم جرحت في قبهات الزنوك أثناء تصل الميليشيات الحوثي ما قعلني أن نواصل لمسيرة التعليم بعد إصابتي هو أن نكافح ميليشيات الحوثية التي قيات بالقهل والدمار نكافحها بالعلم ولكل التأمرات وكل من اتأمر على تعز بأن نتعز مدينة العلم والعلماء والثقافة كنا جملة أنا وزكريا ومعظم الأوقات كنا نتأمر مع بعض فكنت أنا عيني وكان أكادي في بعض الأوقات نخوف معركة جريزة معركة أندو شقيل معركة عسكرية الواقع فيها التغيير والباطل والاستكفار ومعركة نخوف بها مع الجهل ومع التخلق ومع كميع أنواع الوقتية وهو معركة علمية بامتياز وذلك جرحانة وهم على فراش الموت يتعلمون لم يكن زكريا اليوم وحيدا بل هناك زملاء له محمد الحكيمي وهيثم ورمزي من الذين رووا بدمائهم أرض الوطن وهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن مدينتهم وأهلهم ودينهم من ميليشيات الحوثي الإرهابية وهاهم اليوم يتلقون التهنئة والوفاء من الجميع وتحول الحفل إلى احتفاء بالأبطال احتراما وتقديرا وحبا لمن كان سببا في عزة وكرامة أرضه وأهله بروح طلقة قناص في قبهة الزنوك السبب الاتحاق للجامعة هو ليعلم العدو أن مدينة تعز ستظل صامدة بالعلم أو بالسلام التعليم حاجة أساسية في الحياة وبدون التعليم والتطوير لا يمكن أن ابني قيل دمرهم لجيات الحوثي رغم قراحنا ورغم الظروف ورغم كل شيء ورغم كل الصعاب سنواصل ووصلنا الحمد لله نقدم لهم منح دراسية مجانية ونحرص على دهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم وخصوصا مكان الدراسة بعض القرحة لا يستطيع أن يطلع إلى الدورة الثانية والثالث بالتالي نحرص أن نوفر الإمكانات المناسبة بحيث يستطيع أن يجرس وفقاً لاحتياجاته إرادة الحياة وتعميرها غلبت إرادة الموت وإيماناً بأن طريق التعليم هو الحل لكل مشاكل بلادنا وإيماناً أيضاً بأن المعركة مع الأعداء ذات بعدين الأولى بالمعركة المسلحة والثانية بمقاعد الدراسة قالت نقابة المعلمين اليمنيين في تعز إن المئات من الكفاءات التربوية ما زالوا مخفيين قسراً في سجون الحوثيين بتهم كيذية وصدرت في حق عدد منهم قرارات إعداء وأكدت النقابة في بيان أن أكثر من 160 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة الحوثيين محرومون من رواتبهم منذ ثمان سنوات ووفقاً لبيان النقابة فإن رواتب المعلمين في مناطق الحكومة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية وأشارت نقابة المعلمين في تعز إلى أن المعلمين في اليمن محرومون من التأمين الصحي والترقي والبدلات المستحقة منذ العام 2012 كما يعاني عشرات الآلاف من النزوح والتشريد بسبب الحرب المستمرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 أدانت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن وطلبت بسرعة الإفراج عن المعلمين المختطفين وقالت الرابطة في بيان إن المعلمين اليمنيين يعانون من تداعية الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم المالية والمدنية والسياسية وأوضحت الشبكة أن الأوضاع المأساوية أدت إلى تدهور حاد في مستوى التعليم في اليمن وانتشار الجهل والأمية بين الشباب نظمت الرابطة الإنسانية للحقوق يوم أمس في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية معرضا مصورا يوثق جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية واحتوى المعرض المنعقد على هامش الدورة السابعة والخمسين لمدلس حقوق الإنسان على عشرات الصور التي توثق الضحايا وتكشف جرائم الميليشيا الحوثية ويهدف المعرض إلى تذكير العالم بالزراعة ميليشيا الحوثية أكثر من مليوني لغم في مختلف المحافظات طبعا اليوم نحن ومنظمات تحالف الإنسان من أجل السلام وعدد منظمات المجتمع المدني في اليمن نقيم معرض خاص بضحايا الألغام في اليمن خصوصا الأطفال والنساء طبعا اليمن تعتبر أكبر دولة تم زراعة ألغام فيها من قبل ميليشيا الحوثي أكثر من 2 مليون لغم تم زراعتها بحسب تقارير دولية طبعا يقام المعرض خلال دورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان وبجوار الكرسي المكسور وهو كرسي يدل على الضحايا هو رمزية لضحايا الألغام في العالم وهو مبتور أحد الأطراف طبعا هنا في اليمن أكثر من 219 ألف مواطن يمني ما بين قتيل وجريح ومبتور أطراف استهدفتهم الألغام جريمة الألغام هي جريمة لا إنسانية ويتعد من جرائم الحرب ندعو العالم للإطلاع مسؤولياته تجاه ما يتعرضه المدنيين خصوصا في جانب الألغام ندوة علمية حذرت جامعة تعز من تواصل التلوث البيئي للمدينة المحاصرة في ظل غياب الوعي المجتمعي حول كوارث البيئة والتغيرات المناخية تفاصل أكثر في سياق التقرير التالي ندوة علمية نظمها مركز الدراسات البيئية وخدمة المجتمع في جامعة تعز بمشاركة عدد من الجهات والأكاديميين في الجامعة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المجتمع قدمت فيها أربعة أوراق طبعاً الندوة تتناول فيها أربعة أوراق عمل الورقة الأولى تتحدث عن تأثيرات المناخ على الصحة العامة في محافظة تعز والورقة الثانية تتحدث عن تأثيرات التغيرات المناخية على صحة الطفل والمرأة والورقة الثالثة تحدثت عن النفايات باعتبارها من أهم المسببات الموجودة أو انتفاقها من الأتغيرات المناخية وأيضاً الرؤية والورقة الأخيرة تحدثت عن رؤية استراتيجية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية في الندوة أرقيت المداخلات من قبل الحاضرين الذين أكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في التوعية البيئية لتفادي كوارث التلوة البيئي تطرق جامعة تعز من خلال هذه الندوة العلمية ناقص الخطر القائم على بيئة هذه المدينة لتفادي المتغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المجتمع وتبقى مدينة تعز المحاصرة تعاني كثيراً من التلوث البيئي في ظل غياب المسؤولية المجتمعية واستمرار الحرب والحصار مشاكل تعز من التلوث البيئي التلوث بالنفاية الخطيرة الموجودة في المستشفيات الموجودة في العيادات في الصيدليات كلها مخلفة النفاية الخطيرة هذه كارثة أنها ترمى إلى براميل النفاية الصلبة وتنقل من خلال البوابر هذه إلى مكب أو مقلب تعز الذي هو مدينة الصالح في غرب المحافظة هذا الذي أدي إلى زيادة الانتشار الكارثة مع هبوب الرياح الغربية التي تعود بالدخان عند حرقه إلى مدينة تعز بشكل عام بالإضافة إلى العصارة التي ناتجة عن حرق هذه النفاية الصلبة التي تتسرب إلى باطن الأرض تتسرب إلى المياه القوفية وتؤدي إلى تلوث المياه القوفية وبحسب المصادر الصحية فإن تلوث البيئة أدى إلى كثير من انتشار الأوبئة والأمراض وهذا ما يستدعي تنسيقا مشتركا للحفاظ على البيئة ومتغيراتها المناخية أحد مكيبر قناة السهيل تعز قال رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح المهرى سالم السقاف إن للإصلاح إسهامات كبيرة طوال مراحل النضال السياسي الممتدة منذ 34 عاما وكانت مواقفه متزنة وتصب في المصلحة الوطنية وأكد السقاف خلال الندوة السياسية التي أقيمت حول الإصلاح أن الحزب يحظى بقبول كبير لدى مختلف الشرائح المجتمعية ويكرس جهده لخدمة المحافظة مع بقية شركاء العمل السياسي ودع السقاف كافة المكونات السياسية والقبلية في المهرى إلى تعزيز الشراكة في العمل المؤسسي والعمل الذؤوب لخدمة المجتمع وتوحيد الكلمة نحو القضايا الجامعة وأشر السقاف إلى أن الاحتفالات الشعبية الكبيرة في محافظة المهرى بثورة السادس والعشرين من سبتمبر تعكس مدى الوعي المحلي بعظمة الثورة المتجدرة في وجدان اليمنيين تتواصل الأدوار النضالية لإصلاح المهرى منذ تأسيسه حتى بات رقما صعبا في الحياة السياسية إلى جانب بقية شركاء العمل السياسي في المحافظة ومحل قبول من الجميع نتابع تتواصل فعاليات الإصلاح بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية وذكر التأسيس كهذه الندوة التي نظمها المكتب التنفيذي لإصلاح المحافظة لاستعراض الأدوار النضالية للحزب منذ تأسيسه منذ ذلك الحين إلى اليوم وهو يكف مع الحق ويكف مع الشعب اليمني ويكف مع الشرعية وناظر وجاهد ولا زال ثبت وجوده في الساحة اليمنية ونحن الحمد لله في محافظة المهرة أيضا هذا التنظيم له دور إيجابي وينضم فيه نخبة من العلماء والشباب والكاترة وأهل العلم والشباب فأيضا لا زال يعطي ويجتهد في دعم الاستقرار في اليمن ولا زال يدعم الشرعية ويكف مع الحق ويكف مع كل ما هو لصالح اليمن فمواقف الإصلاح الثابتة تقاه الوطن أكسبته حضورا وبات رقما صعبا في الحياة السياسية رغم محاولات البعض النيل من تضحياته في كل مراحل النضال ونحن نحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثون لتأسيس التجمع اليمن إلى صلاح في هذه الذكرى نقدم التهاني لأعضاء لأصلاح قيادة وعضاء ومناصرين بهذه المناصة العظيمة والتي جاءت توجيا للعملي السياسية وتعددي السياسي بعد قام الواحدة اليمنية بالنسبة نحن في قيادة تجمع اليمن الصلاح بمديري تحوف نعمل مع الأخوة في كافة التنظيمات السياسية والحزاب السياسي الموجودة في المديرية نعمل سويا بالأجل حمل الأول وخير هي مديري تحوف والمحاولة بشكل عام كل تلك الإسهامات التي باتت محل إشهادة المجتمع المهري واليمن بشكل عام بحاجة لتظافر كل القوى السياسية والعمل الدؤوب لخدمة المجتمع والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة افتتح اليوم في المركز الثقافي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة معرض الكتاب الخامس تحت شعار شبوة تقرأ ويستمر المعرض حتى العاشر من أكتوبر ويضم أكثر من مائة وخمسين ألف كتاب واثنين وعيشين دار نشر ومكتب يمنية وعربية تشمل مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتاريخية والفلسفية المزيد في التقرير التالي شهدت محافظة شبوة افتتاح معرض الكتاب الخامس لعام الفين واربعة وعشرين في المركز الثقافي بمدينة عتق عاصمة المحافظة وتحت شعار شبوة تقرأ والذي ينظمه فرع هيئة الكتاب بالمحافظة يمتد المعرض لمدة خمسة أيام من الخامس من أكتوبر وحتى العاشر من أكتوبر الجاري ويهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية وتشجيع الكراءة في المحافظة شبوة اليوم معقل للعلم والتراث والحضارة وها هي اليوم ترسل رسالتها وصورة صحيحة في معرض الكتاب الخامس وترون حجم الازدحام والإقبال من كثير من المواطنين والطلاب والرواد لهذا الصرح العلمي العظيم شهدت أجنحة المعرض مشاركة واسعة من دور النشر اليمنية والعربية حيث بلغ عدد دور النشر والمكتبات المشاركة 22 جهة قدمت أكثر من 150 ألف كتاب متنوعين في مختلف المجالات وتضمنت هذه الكتب المعروضة مجالات الأدب والعلوم والتاريخ والفلسفة وغيرها من التخصصات التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية هناك 23 دار أو 22 دار نشر مكتبة مشاركة 15 ألف عنوان بواقع 150 ألف كتاب حيث ستكون هناك فعاليات مصاحبة أثناء المعرض سيكون يوم علمي لجامعة شبوة سيكون يوم ثقافي سيقيمة مكتب الثقافة أيضا هناك يوم للمرأة والطفل هناك جوائز عديدة ستقدم أثناء المعرض هناك أقسام مختلفة في المعرض قسم مؤلفات شبوانية خاصة بالهيئة العامة للكتاب أيضا أقسام توعيها بجانب الصحي وهناك العديد من المفاجهات للمعرض يتميز المعرض بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة خلال أيامه الخمسة مثل الندوات والحلقات النقاشية وغرش العمل والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع وتهدف إلى تعزيز الحوار الفكري والثقافي بين أفراد المجتمع تبادل الأفكار والمعارف معرض الكتاب محافظة شبوى لهذا العام يمثل إضافة نوعية في الثقافة والقراءة والاطلاع وهو فرصة كبيرة جدا لأبناء المحافظة لتناول الكتب والزارات الجديدة والبحوثات التي تصل في هذه المكاتب التي تجاوز عردها خمسة وعشرين مكتبة ناشر وهو إضافة نوعية للمحافظة ويشكل دفعة للشباب والشابات ولجميع أبناء المحافظة يعد معرض الكتاب الخامس في شبوى منصة هامة لتبادل المعارف والأفكار ويساهم في تنشيط الحركة التقافية في المحافظة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها الحكومة تشيد ببطولات القوات المصرية في السادس من أكتوبر وتؤكد أنها سطرت ملحمة عربية خالدة غيرت مسار التاريخ رئيس مجلس النواب يقول إن السادس من أكتوبر سيظل عنوانا للعزيمة وترسل صناعة التحولات واجتراح المعجزات استعدادات مبكرة للاحتفال بالعيد الوطني الـ 61 لثورة الرابع عشر من أكتوبر في المحافظات المحررة منظمة حقوقية توفق خطاف ميليشيا الحوثي لنحو 500 شخص بحجة الاحتفال بالأعياد الوطنية بمشاركة 22 دارا للنشر افتتاح معرض الكتاب الخامس للكتاب في مدينة عتق تحت شعار شبوة تقرأ المعرض يشهد إقبالا كبيرا وعلى هامشه تنظم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية الهاتف في ختام النشرة لكم مني أطيب المناء تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة